أبقى تكلمني عن الامتياز التجاري الآن هذه خطوة مختلفة عن الخطة الأولى أنت تستنمو بالأفرع وجاك فكرة الامتياز التجاري حكيني كيف صارت؟ صارت سلمك الله أنه 2020 بدايتها جتنا طلبات كثيرة أني بنأخذ امتياز تجاري الفيروتشي وقتها اهتدأت إلى شركة محلية بنت معنى ذلة تشغيل والأنظمة القانونية وخلافة واشترات كلها كانت الحمد لله مطبقة لنا وفي طلب فهو يعتبر بالنسبة لي وقتها ردة فعله لما خططت أني أعطي فرانشايز جاء نتيجة طلبات كثير وهاجس أنه نحن نريد أن نفتح فروع ولأن المشروع سهل تقليده يعني أنا ما اخترعنا شيء صعب فالمقالدين بدأوا يكثرون فإحنا عشان نضمن أن المشروع يستمر وكذا لازم نغطي جميع الأحيان ونغطي طلبات عملائنا حتى لا يأتي ملافس ينافسنا في المنطقة هذه صرنا نعطي فرانشايز 2020 جاءت كورونا عندما جاءت كورونا ما تأثرنا بشكل كبير لأننا كانت كل فروعنا مبنية على التوصيل ملجاني على التوصيل عفوا التطبيقات وكان وكان الفروع حجمها صغير فما كان يطلب عمالة كثير والمواقع بعيدة عن بعض فكان كل موقع يخدم زون يخدم حي معين نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر